كل ذلك المناقشة مع السيد سيركيس نيزار وهو محل أسواق عالمية في مجموعة إيكوتي جروب دائما أحيك سيد سيركيس دعنا نتجه في البداية إلى أرقام التضخم الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة والتي جاءت أكثر من التوقعات بالنمس كتقد قرأت أيضا لكبير الاقتصادين في البيت الأبيض محمد يوم التضخم سيتجى إلى 9% أي حتى تعتقدون الاجتماع القادم للفيدرال الأمريكي ربما سيغير رائعة تجددية من رفع أسعار الفائدة نهاركم سعيد بالفعل الحديث الأكبر الآن في الأسواق المالية بل هو حديث بين الناس أصبح الارتفاع الكبير في الأسعار أي ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة شهدنا ارتفاع معدل التضخم إلى 8.6% وهي أعلى مستويات منذ أكثر من 40 عاما مضت وهذا بالتالي قد يجبر الاحتياط الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس بل إذا نظرنا الآن إلى توقعات الأسواق سنلاحظ بأن البعض يعتقد بأن الفيدرالي الأمريكي ربما سيرفع الفائدة بخمسين نقطة أساس خصوصا مع تزايد التوقعات باحتمال ارتفاع التضخم أكثر فأكثر نعم هناك من يعتقد بأن 75 نقطة أساس شهر سبتمبر لتصل الفائد نهاية هذه السنة إلى 3% أو أكثر وهذا يبدو منطقي جدا وعلى الفيدرالي بالفعل أن يرفع الفائدة باعتقاد الفيدرالي تأخر كثيرا برفع الفائدة كان يجب أن يبدأ التفكير بذلك شهر 4 عام 2021 عندما ارتفع معدل التضخم بحسب مؤشر أسعار المشالكين إلى 4.2% والآن على الفترة أن يتحق تبعات التخيير برفع الفائدة وبالتالي التساعد برفع الفائدة مرجح وهذا الأسبوع من المرجح أيضا أن نشهد رفع الفائدة خمسين نقطة نعم طيب إذن نتوقع أن يقوم برفع سعر الفائدة بخمسين نقطة أساس أتجه الآن أيضا إلى مدى قوة الدولار الأمريكي التي تتسبب في تراجع اليان لدينا إلى مستوياتها الأدنى في 24 عام هناك أيضا حديثي أسوق بأن البنك المركزي الياباني ربما سيتدخل لحماية العملة من هذا الهبوط الكبير اللي حتى تعتقد أنه في أسباب أخرى غير قوة الدولار تدفع بليان إلى التراجع الآن بالنسبة لليان الياباني هو متأثر جدا بفروقات أسعار الفائدة المحتملة والمتوقعة ما بين بنك الياباني المركزي والاحتياط الفدرالي الأمريكي أشرت منذ قليل أن احتمالات وصول الفائدة بالفدرالي إلى 3% أو أكثر متاحة حاليا بينما في بنك اليابان فهناك سياسات تسهيلية للغاية التضخم في اليابان عند 2.5% رغم أنه الأعلى منذ عام 2014 لكن هذا التضخم نعم نعم لبنك اليابان للاستمرار في سياساته التحفيزية خصوصا وأننا نشهد أيضا بنك اليابان يراقب عن كثب أسواق السنة الحد من ارتفاع العوائد السوقية وبالتالي لأن الياباني يعاني من هذه الفورة نعم إلى جانب الفدرالي الأمريكي أخذي نبعين الاعتبار أيضا الانكماش الذي حصل الربع الأول الماضي في اليابان وأيضا توقعات أن يبقى اقتصاد اليابان ضعيف في ظل التباطع الذي بدأ جاليا حاليا في الصين الشركة التجارية الأكبر مع اليابان هذه الظروف مجتمعات تسببت في أن يبقى الياباني منخفض أمام الدولار الأمريكي وأمام العديد من الأملات الأخرى وقد يستمر بانخفاضه إلا إذا شهدنا تدخلات من البنك المركزي أو حكومة اليابان طيب هذا الأسبوع أيضا يشهد اجتماع بنوك مركزية على الأقل بنك إنجلترا لا أدري إذا تجد بأنه مضطر أنه يقوم بالاستمرار برفع أسعار الفائدة هذه رابع زيادة ستكون له على التوالي ولكنها الثالثة خلال هذا العام بالفعل البنك إنجلترا المركزي يجب أن يرفع الفائدة مرة أخرى مستويات الفائدة الحالية قد لا تناسب معدلات التضخم التي وصلت إلى 9% في المملكة المتحدة هذا المعدل من التضخم بحاجة لمزيد من الرفع بالفائدة 25 نقطة أساس قد تكون متاحة خلال اجتماع هذا الأسبوع وقد يرفع الفائدة لمحاولة الحد من ارتفاع معدلات التضخم لكن حتى لو توقعت بعض الجهات أن يتم رفع الفائدة بأكثر من ذلك الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بأن يتم رفع الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس فيبدو أن بنك إنجلترا المركزي متوجه بالفعل لرفع الفائدة هذا الأسبوع بـ 25 نقطة أساس إلى 1.25% فيما بنوك المركزية أخرى مثل الوطني السويسري قد يثبت أسعار الفائدة نعم وأشكرك ضيفنا من عمان السيد ساركيس زارو أنت محل أسواق العالبي ترجمة نانسي قنقر